مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب حلقة اليوم هي حلقة مخصصة للرد على أحد الدعاء اللي في نظري هو فعلا لا يفهم العقيدة والإيمان المسيحي عشان كده عنوان الحلقة النهاردة هو الداعية الذي أثبت جهله بالمسيحية وهذا الداعية مش معروف في عالمنا العربي يعني لأنه ليس متكلم بالعربية لكن هو عايش في إنجلترا وليه فيديوهات كثيرة جدا وطبعا الفيديوهات مترجم من هالو على اليوتيوب علشان توصل لأكبر عدد لكن أنا اتفرجت على أكتر من فيديو لهذا الداعية الذي له أتباع كثيرين وفعلا رأيت أنه لا يفهم شيئا في العقيدة المسيحية الداعية الذي أثبت جهله بالإيمان المسيحي أو بالمسيحية جهله بالإيمان المسيحي في عقائده الكثيرة هو يردد ما يردد المسلمون ينتقد عقيدة الثلوس ينتقد عصمة الكتاب المؤدس والوحي في المسيحية يحاول جهدا أن يثبت أن الكتاب المقدس محرف ينتقد الأنجيل وكتبت الأنجيل وانا في الحلقة دي هحاول باختصار أرد على هذه الإدعاءات التي يعني ردين عليها مرات ومرات لكن دايما التكرار بيعلم الشطار وفي التكرار الواحد بتثبت المعلومة أكتر وأكتر نسمع الفيديو الأولاني لهذا دعيه هو اسمه علي دعوة ده الاسم بتاعه اللي هو واخده كعربي هو مش عربي هو غالبا كردي وعايش في إنجلترا وبيدعو في إنجلترا للإسلام يعني هربان من البلاد الإسلامية ورايح إنجلترا يعيش في الغرب وعايز اللي هرب منه كويس يعمله في إنجلترا وهذه هي يعني المأساة الكبيرة بتاعة غالبية المسلمين نسمع الفيديو الأولاني ونرد عليه علي دعوة لديك دقيقة واحدة للإجابة على كل سؤال هل أنت جاهز؟ هل أنتم جاهزون؟ أيمكنك إثبات عدم صحة الثالوث في دقيقة؟ إنه أمر بسيط للغاية يؤمنون بالأبي والابن والروح القدس كلهم آلهة لكنهم يختلفون عن بعضهم البعض الفكرة هنا هي أنكم عندما تفكرون في الأمر تجدون أن جميعهم يعتمدون على بعضهم البعض لا يمكن لشيء ما أن يكون خالقا إن اعتمد على شيء آخر إن سار المسيح على الأرض كإنسان وأكل ونام وقضى حاجته فلا نعتقد أنه يستحق أن يكون إلهاً يعبد فهمتم قصدي؟ ولهذا ينطبق نفس الشيء على الروح القدس إنها مخلوق لا يمكن لشيء من الخليقة أن يكون إلهاً لأنهم تابعون وأن يتابع لا يستحق العبادة أنا معرفش الزكاء ده جابه منين والثقة في النفس دي جابه منين في دقيقة واحدة في دقيقة واحدة كويس دمر عقيدة الثلوس يعني زكاء يعني يفوق أينشتاين ويفوق حتى أسكى الأسكياء اللي موجودين على وجه الأرض عقيدة الثلوس في دقيقة واحدة في دقيقة واحدة دمرها الراجل نعمل إيه إحنا دلوقتي نعمل إيه يعني المسيحية اتهدمت اتهدمت في دقيقة ده ما يفكر فيه دايما المسلم إنه قادر على الرد على وشرح العقيدة المسيحية في دقيقة واحدة زي صديقنا القديم أحمد سبيع اللي كان دايما يقول لك الآية التي تدمر المسيحية النص الذي يدمر المسيحية المسيحية اللي بقالها ألفين سنة اللي معظم من آمنوا بيها كانوا من الفلاسفة والعلماء والمفكرين وصناع التاريخ يجي هو في ديئة واحدة يدمر المسيحية وده بالزبط نفس الفكرة مع إنه عايش في إنجلترا إلا إنه نفس الفكرة هل تستطيع أن ترد على عقيدة الثالوس في دقيقة واحدة على كارد ده سهل قوي أنا ممكن أثبت عدم صحة الثالوس لأنه بالثالوس ده بسيط جدا أقدر إن أنا أدمره في دقيقة هو بيؤمنه بثلاث آلهة الآب إله والابن إله والروح القدس إله أو القصيدة كفر زي ما احنا بنقول كويس وكل واحد بيعتمد على التاني حتى هو مش فاهم يعني هي الثالوس كويس وفيما وإذا كان المسيح بيأكل وبيشرب يبقى مخلوق يبقى المسيح مش إله والروح القدس كمان هي مخلوقة هي مخلوقة أول ما راحت بيسمع الكلام ده بصراحة أنا بالنسبة لي مش بيمثل يعني أهمية كبيرة لكن بيمثل بالنسبة لي جهل المتكلم بالعقيدة المسيحية أنا لا أتكلم عن شخصه أنا أتكلم عنه معرفته هو يجهل العقيدة المسيحية ما أراش كتاب واحد يعني إيه الثالوس ما أراش حتى تعريف الثالوس في المسيحية وله ملايين من المتابعين كويس يا سيد الفاضل نحن لا نؤمن بثلاثة أليه ومن يدعي أننا نؤمن بثلاثة أليه هو فعلا شخص ادعاء كاسب نحن نؤمن بإله واحد لكن طبيعة الله الواحد الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه ده الثالوس في المسيحية ده الثالوس في المسيحية طبيعة الله طبيعة الله وكلمنا وشرحنا الثالوس مرات ومرات في حلقات كثيرة وبعدين كلمة الله يسوع المسيح تجسد التجسد هو اتحاد الكلمة الأزلي بجسد إنسان هو اتحاد ولما اتحاد صار عندنا يسوع المسيح الإنسان الله الكامل والإنسان الكامل وعش كده المسيح بجسده عاش على الأرض وأكل وشرب وتعب ونام دون أن يغير الناس من طبيعة اللهوت ودون أن يلغي اللهوت طبيعة الناس مثلنا في كل شيء الحاجة الوحيدة المختلف عننا أنه بلا خطية ده يسوع المسيح وبعدين في الثلوس لأن الله واحد الله وكلمته وروحه يعملان معا يعملان معا وفي الثلوس يوجد أيضا ما نطلق عليه التناغم في الثلوس عمل الثلوس لكل وأجيب وأجيب على الثلوس في دقيقة واحدة ودي معضلة كبيرة جدا موجودة عند كل الإخوة المسلمين إنه معتقدين إنهم أسكى إخوتهم بالذات الدعاة وأصحاب الحوار المسيحي أو الدراسة المقارنة الأديان بعتقد إنهم أسكى إخوتهم إنه ما يقومون به يستطيع أن يدمروا الإيمان المسيحي في دقيقة واحدة كأن الإيمان المسيحي ده يعني لسه بتاع بارح مش بقاله ألفين سنة العقيدة المسيحية عقيدة قبل أن تتحجمها لازم تدرسها لازم تفهمها علشان ما تثبيتش جهلك وإنت بتتكلم عنها وده بالضبط اللي عمله هنا خلينا نسمع الفيديو ده تاني لأنه يعني علي دعوة لديك دقيقة واحدة للإجابة على كل سؤال هل أنت جاهز؟ هل أنتم جاهزون؟ أيمكنك إثبات عدم صحة الثالث في دقيقة؟ إنه أمر بسيط للغاية يؤمنون بالأبي والابن والروح القدس كلهم آلهة لكنهم يختلفون عن بعضهم البعض الفكرة هنا هي أنكم عندما تفكرون في الأمر تجدون أن جميعهم يعتمدون على بعضهم البعض لا يمكن لشيء ما أن يكون خالقا إن اعتمد على شيء آخر إن سار المسيح على الأرض كإنسان وأكل ونام وقضى حاجته فلا نعتقد أنه يستحق أن يكون إلها يعبد فهمتم قصدي؟ ولهذا ينطبق نفس الشيء على الروح القدس إنها مخلوق لا يمكن لشيء من الخليقة أن يكون إلها لأنهم تابعون وأي تابع لا يستحق العبادة برافو عليك يعني شاطر بصراح شاطر جدا جدا طيب ننقل إلى نقطة أخرى ونقطة أخرى أيضا في غاية الأهمية الدعاء والتحريف كتامه وإذا الدعاء ده يعني بصراحة زهقنا منه ويعني زاد عن حده إنه الكتام مؤدس محرف ونقطة نقطة الركيزة بتاعة الفكر الإسلامي إنه الكتام مؤدس محرف لأنه الكتام مؤدس فيه ما يعني يختلف عن القرآن فعندما نجد نص في الكتام مؤدس يختلف في تفاصيله عن ما ذكر في القرآن ببساطة على طول يبقى ده غلط وده صح دون تفكير ده بالنسبة للمسلم فكرة الإدعاء مبنية على إنه الكرآن صح والكتام المؤدس غلط دون إنه حتى يقوم بدراسة الأمر إذا وجد أمر يعني الكتام المؤدس يقول المسيح تسلب ييجي الكرآن يقول لك المسيح ما تسلبش طب مين يا عمي منطقيا ومن ناحية البرهان ومن ناحية الأدلة ومن ناحية البرهين التاريخية مين الصح لا لا هو ملهوش علاق هو على طول مبرمج الكتام المؤدس قال المسيح تسلب الكرآن في آية واحدة قال لك لم يسلب يبقى الكرآن هو الصح اللي جي بعد 600 سنة والإنجيل هو الغلط هو المحرم منطق يعني مريد فعلا منطق مريد شوفوا نفس الفكرة هنا يدعون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخ القرآن من الإنجيل ما رأيك في هذا لدي الكثير ليقوله هنا بل أن المسيحيين أيضا لديهم الكثير ليقولونه وكلامهم يصب في صالح قضيتنا لأن الله تعالى في قرآنه الكريم يحذر من الذين يحرفون الإنجيل بأيديهم ويدعون أنه من عند الله يحرفون الإنجيل بأيديهم وليلا على تحريف الكتاب المعدس ولا يستطيع أن يقدم إجابة على أهم الأسئلة المرتبطة بالتحريف لا يستطيع أن يقول لنا ما هو الأصل وهل عنده الأصل اللي يقدر يقارن به الكتاب بتاعنا أو لا ما أنا النهاردة لو مسكت 100 دولار كويس وقلت أنه 100 دولار دي مزيفة يبقى أنا أكيد عندي المئة دولار الصحيحة اللي أقدر أحط الاثنين جنب بعض وأقول أهو ده غير ده لكنه ما عندهوش ما عندهوش وما لا يستطيع أن يقدم إجابة كويس لا يستطيع أن يقدم لنا إجابة مين وفين وازاي وهل قبل الإسلام ولا بعد الإسلام ما عندهوش أي إجابة على هذه الأسئلة هو مجرد عنده ادعاءات وهجوم بس لكن يخلو من أن يقدم إجابة وحدة أنه البعض بيقول أنه القرآن أتى بعد الكتال المؤدس والقرآن أخذ من الكتال المؤدس هو طبعا دي حقيقة وياريته خد صح يعني على الأقل القصص في الكتال المؤدس قصص مكتوبة بمنطق بتتابع تاريخ يعني لما أرى قصة إبراهيم أنا عارف أنا بأرى من أول سفر التكوين أصحاح 12 لحد سفر التكوين أصحاح 24 كويس؟ لما أرى قصة يوسف أنا بأرى من سفر التكوين كويس؟ أصحاح 37 إلى سفر التكوين أصحاح 50 دي قصة يوسف فأنا عندي التتابع وعندي الأحداث وعندي موجودة في نص موحد مش متنطورة قصة يوسف في ستة وستين سفر وأعد أجمعها من ستة وستين سفر زي موجودة في القرآن لا يوجد أبدا قصة من قصص الكتال المؤدس أو أحداث لرجال الله كإبراهيم وأصحاق ويعقوب إلى آخره موجودة في نص واحد بالتتابع وربعة حتى حياة المسيح لكن واخدها منين؟ نقالها هو كان يعرف حاجة؟ مش يعرف حاجة ده نقالها فوتو قبي ويريته نقالها صح حتى أحداثها نقالها غلط حد يغلط ويقول أنه مريم العزراء هي أخت هارون والفرق بينهم 1400 سنة آه هارون كان ليه أخت اسمها مريم لكن مش هي مريم العزراء لكن هتقول لي مين؟ طبعا أخذها ويريته أخذها صح أخذها بغرض أنه يكتب ما يريد أن يكتبه ويزور ما يريد أن يزوره في التاريخ حتى حياة المسيح لما جي أخذها أخذها من الأنجيل وخذها من الأنجيل منحولة ففكرة أنه التحريف فكرة فعلا يعني هقولي فكرة شيطانية لأنه لا يوجد دليل على هذا هنشوف نسمع خلينا نكمل بيت الفيديو يدعون أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخ القرآن من الإنجيل ما رأيك في هذا؟ لدي الكثير ليقوله هنا بل أن المسيحيين أيضا لديهم الكثير ليقولونه وكلامهم يصب في صالح قضيتنا لأن الله تعالى في قرآنه الكريم يحذر من الذين يحرفون الإنجيل بأيديهم ويدعون أنه من عند الله إن فكرنا في قول الله نجد أن الإنجيل محرف إن لم يكن الإنجيل قد حرف فهذا يعني أن القرآن مخطئ أليس كذلك؟ إن كان القرآن يقول الإنجيل محرف في غاية الأهمية وده لأنا بقوله هو بيقول هنا لو الإنجيل مش محرف يبقى القرآن مخطئ وده حقيقة فهو بيعمل إيه هنا؟ هو بيطلع الكثير المؤدس مخطئ علشان يثبت أن القرآن هو الصح يعني هو إذا فعلا إذا اعترف إنه الكثير مؤدس مش محرف يبقى على طول النتيجة الطبيعية إن القرآن هو المخطئ والمسلم لا يريد أن يعترف بهذه الحقيقة فيعمل إيه؟ فيطعن في مصدقية الكثير المؤدس على طول حاجة كده يعني أوتوماتيك بيعملها لأنه إذا قال إن الكثير المؤدس مش محرف يبقى القرآن هو المحرف وإذا قال إن الكثير المؤدس صح يبقى القرآن هو الغلط والمسلم مش هيعمل كده فيعمل إيه؟ فيقول لك الكثير المؤدس هو المحرف عشان يطلع قرآنه هو الصح دون دليل ولا برهان ولا استخدام عقل ولا البحث في التاريخ ولا البحث في الأحداث خالص يعني المسلم يستميت في الدفاع عن إنه المسيح لم يصلب مع إنه لا يقدم برهاناً واحداً على أن المسيح لم يصلب ومنقذ السقار وغيرهم يعملوا إيه؟ يروح لك لسفر المزامير ها؟ يروح لك لسفر المزامير علشان يحاول يثبت من سفر المزامير إنه رفعه الله أُنجيه وأُرفعه فبما قال إن المزامير قالت إنه ينجيه ويرفعه يبقى أكيد المسيح يتماشى مع النص القرآني نجاه ورفعه طب والأنجير اللي فيها مئات الآيات والتفاصيل الدقيقة جداً عن صلب المسيح وشهود العيان يقول لك لا 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 ده بالزبط اللي بيعمله هنا خليوا بالكوا ده المنطق الإسلامي منطق مغلوط منطق مغلوط منطق مفوش العقل منطق فيه بس دفاع عن ما يؤمن به دون أن يقدم براهين عقلية تقنع السامع يضل بيعمله هنا إذا قلنا أن الكتال مؤدس صح يبقى الكرآن غلط فإحنا نعمل فنقول الكرآن صح عشان يبقى الكتال مؤدس هو اللي غلط ولم يكن الإنجيل محرفاً فهذا يعني أن القرآن مخطئ أيها بالزبط هو الكرآن مخطئ هو الكرآن مخطئ ومش بس في أمر يسوع المسيح الكرآن مخطئ في عقيدة الثلوس الكرآن مخطئ في لهوت المسيح الكرآن مخطئ في الصلب الكرآن مخطئ في أحداث تاريخية كثيرة الكرآن مخطئ علشان يحاول يثبت بسبب الزكاء هنا علشان يحاول يثبت أنه الكرآن لم ينسخ من الكتال مؤدس كأنه جاب المعلومات عن إبراهيم نزلة من السماء علشان يدي القارئ اللي بيقرأ الكرآن هذا الانطباع أنها نازلة من السماء إنه معلوماته عن إبراهيم معلوماته عن يوسف معلوماته عن المسيح دي معلومات مش منسوخة من القرآن لكنها نزلة من السماء فيعمل يبقى يحاول يدور على إبراهيم وأدلة يقدمها يرضي بيها بس اقتناعاته الشخصية نشوف من ضمن هذه الأدلة فرعون أم ملك ما عرفش حضراتكم كم سمعتوا هذا النقاش الإسلامي إنه أيام يوسف لما كان يوسف في مصر لقف فرعون لم يكن مشاع استخدامه بيس فعش كده في قصة يوسف في القرآن لما جيه يكلم عن الفرعون قال أنا كاتبها فرعون لا هو فرعون بسراحة لما جيه يكلم عن فرعون اتكلم عن اتكلم عن ملك كويس هليني أرجع تاني هنا وارجعها لحضراتكم حاضر فرعون ولا ولا ملك في الأحداث في القرآن بيقولنا إنه ده اللي بيحاول يثبته بقى بيقولنا إنه لو هو منسوخة الإنجيل اتكلم عن إبراهيم نزل مصر وإبراهيم فرعون أخذ زوجته كويس مع أنه في الوقت اللي نزل فيه إبراهيم ده كان الاسم المتعرف أنه ملك لكن لم يجي يكلم عن موسى كويس استخدم اسم فرعون وده تاريخيا صح فالقرآن لم ينسخ من الإنجيل فالقرآن هو الصح والإنجيل غلط نسمع الفيديو ده يمكن أن يشرحه أكتر نسمع ابتعدنا قليلا أيها إن كان الأمر كذلك وكان القرآن منسوخا من الإنجيل فلما لم ينسخ الأخطاء على سبيل المثال نعلم أنه وجد ملوك في زمن سيدنا يوسف لم يكن هناك فراعنة يدعوهم الإنجيل بالفراعنة بينما يدعوهم القرآن بالملوك لماذا يدعوهم بذلك؟ يدعو الله الحاكم بثرعون في زمن موسى لكن عندما تحدث عن زمن يوسف دعاه ملكا فلما دعاه بملك؟ إن كان ملكا فهذا يعني أن الكلام لم ينسخ من الإنجيل لأنه لو كان قد نسخ من الإنجيل كان سيدعى فرعون لكنه سماه ملكا وهذا صحيح تاريخيا لأنهم فكوا شفرة حجر الرشيد وفكوا الرموز الهيروغليفية واكتشفوا أنه لم يكن هناك فراعنة في زمن النبي يوسف أولا حجر الرشيد لا يوجد علاقة أبدا بالفراعنة وغير الفراعنة كميز؟ يعني بيحاول أنه يجيب لك حجر رشيد ويربطها لكن ده ملاش أي علاقة أي كلام طبعا السامعين لا حد بيراجع وراء ولا حد بيقول حاجة فهي الفكرة اللي عايز سبتها إنه لو القرآن نسخ كان نسخ الأخطاء بتاعة الكتاب المؤدس لأنه الكتاب المؤدس أخطأ عندما تحدث عن إبراهيم وعن يوسف وعلاقتهم مع ملك مصر وقال إنه ملك مصر هو فرعون مع إنه هذا اللقب فرعون استغدم متأخرا لم يكن في أيام إبراهيم ولا في أيام يوسف هذا الكلام طبعا يعني غير صحيح ليه؟ أنا معرفش هو أرأي ودرس إيه لكن خليني أجيب هنا اقتباس من دكتورة وهي أستاذة العبرية شيري بندور إفيان وعلى موقعها الممكن ندخل على تورا دات كام وبتتكلم عن لقب فرعون عمل مقالة مخصوص أكاديمية عن استخدام لقب فرعون وقالت إنه الكلمة المصرية برعا يعني فرعون تعني البيت العظيم ده صح منذ العصور القديمة كويس كانت هذه الكلمة تشير إلى القصر الملكي البيت الكبير زي ما احنا النهاردة نقول وخرج تصريح من البيت الأبيض فلما أقول تصريح من البيت الأبيض معناها تصريح من الرئيس الأمريكي بيس يعني بايدن طلع تصريح فبدل ما أقول بايدن أو الرئيس الأمريكي طلع تصريح أقول خرج لنا تصريح من البيت الأبيض يقول كذا وكذا هذه الكلمة الفرعون تشير إلى القصر الملكي أو إلى المؤسسة الملكية وليس إلى الملك الفعلي يعني الفرعون ده معناها الكلمة التي تعني الملك بالمصرية هي نوسد الاستخدام الأكثر شيوعا لكلمة برئية فرعون في النصوص المصرية هو ضمن ألقاب المسؤولين مثل كبير الأطباء لفرعون يعني كبير الأطباء البيت الملكي في المملكة الوسطى يعني كان بيستخدم هذا اللقب كان بيستخدم هم يكلم عن مملكة الوسطى البيتراريكية المبكرة بداية الألفية التانية قبل الميلاد يحنا بيكلم عن بداية الألفية التانية يعني أيام إبراهيم يعني هذا اللقب كان بيستخدم أيام إبراهيم ما يقوليش أنه كان بيستخدم بس أيام يوسف في المملكة الحديثة في 1400 سنة كان بيستخدم في الألفية بداية الألفية التانية قارن هذا بأول ذكر الفرعون في السرد الكتابي تكوين 12-15 رؤساء فرعون أو تكوين 36-37-36 فتفار ضابط فرعون أو خصي فرعون فلما يكلم عن رؤساء فرعون يكلم عن رؤساء البيت الكبير يكلم عن فتفار كخصي فرعون وخدمته للبيت الكبير فكانت الكلمة أو اللقب مستخدم اللقب لم يخترع في المملكة الحديثة اللقب كان موجود في الألفية التانية في بداية الألفية التانية فما يدعيه هنا عن أنه الكتاب مؤدس محرف ده مجرد تزييف ده مجرد تزييف طب ليه ما ردتش على أنه الكرآن أخطأ في ذكر أن مريم العزراء هي أخت هارون عندما نسخ نسخ غلط يريد أن نسخ صح ولا يمكن أبدا من أي وجهة يكون هناك قرابة ما بين مريم العزراء وما بين مريم أخت هارون فمريم العزراء من سبت يهوزة مريم أخت هارون من سبت لاوي الفرق الزمني ما بين الاتنين ألف وربعمائة سنة وشوية مين الغلطان هدي العقلية اللي يعني لا تبحث ولا تفتش ولا تدرس وكل اللي بتعمله أنها تهجم علىك أو تهاجم كتاب مؤدس المهم الكرآن يطلع صح بوجهة نظرهم لأنه لو أنا اعترفت أن الكتاب مؤدس صح يبقى الكرآن غلط وأنا مش عايزة أطلع كرآن غلط فأنا هتقول أن الكتاب مؤدس محرف طيب نرجع إلى جزء آخر الديانة الباطلة الديانة الباطلة أو زي ما هو بقوله هل تستطيع أن تثبت بطلان المسيحية هل تستطيع أن تثبت لنا بطلان المسيحية هل تستطيع أن يقول لنا لا سأصلي اليوم للروح القدس لمن سأصلي شفتوا راح فين كيف تثبت بطلان المسيحية فراح للثلوس عدم فاهمك للثلوس لا يبطل المسيحية ده جهل بالثلوس وتبعاً بيستخدم نفس الفكر الإسلامي الآب الابن روح القدس أصلي لهذا أو أصلي هذا أو أصلي لهذا هذا وهذا وهذا أنا أقول لك كيف أثبت بطلان الإيمان الإسلامي وبدل ما هقول لك كده عشان ما تكلمش يعني سلبياً خليني أخذها إيجابياً أكتر لماذا أنا مسيحي ولماذا كثيرون يؤمنون بالمسيح ما يبطل الإيمان هو مؤسس الإيمان وما يثبت الإيمان هو مؤسسه بمعنى أين بمعنى أن الإيمان المسيحي مبني على شخص المسيح من هو يسوع المسيح من هو يسوع المسيح ولأن يسوع المسيح هو كلمة الله المتجسد الذي عاش على الأرض كان يقول يصنع خيراً كان يشفي كل المتسلط عليهم إبليس كان رحيماً رؤوفاً نادى بالمحبة وعلى قيمة المحبة قال أحب أعدائكم وباركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون عليكم لم يحمل سيفاً لم يقتل أحداً لم يغزو على القوافل ويأخذ السبايا والغنائم لم يشتهي بل قال إن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها في قلبه فقد ذنبها قارن هذا بمن تتبعه أنت مقرن لا يمكن أبداً أن تكون منصفاً لأننا نقارن بين الظلمة والنور بين الحياة والموت من تتبع؟ من عاش قدوساً وطاهراً ونقياً من علم ما لم يسمعه البشر في كل تاريخهم من صنع آيات ومعجزات من أحب وأزهر رحمة من أعطى نفسه لأجل الناس والأجل الآخرين من قدم نفسه فداءً للبشرية من لمس الأعمى وفتح عينيه أم تتبع من غزى ونهب وأخذ من الغنائم وسلب الأبرياء واشتهى حتى مرات ابنه مما جعل ابنه بالتبني أن يطلقها علشان أبوه ياخدها من عاش بالسيف وعاش بالحرب أم تتبع يسوع المسيح ده يثبت أنهي ديانة باطلة ده يثبت أنهي وحدة هي الباطلة فمؤسس الإيمان هو ركيزة الإيمان الذي أنت أو أنا أتبع فأيهما تختار؟ النور أم الظلمة؟ الحياة أم الموت حاجة تانية المسيحية هي الإيمان الوحيد الذي قدم إجابات شافية لمشكلة الإنسان ما هي مشكلة الإنسان؟ خطيئة الخطيئة أنه الإنسان كل أفكار قلبه إنما هي شريرة كل يوم مسيحية قدمت الحل لمشكلة الإنسان بموت المسيح يسوع وقيمته مسيحية قدمت أيضا الإجابة على مين هو الإنسان ونظرة الله للإنسان ومحبة الله للإنسان المسلم لا يستطيع أبدا أن يقدم برهانا واحدا على أن الله الذي هو يتبعه يحبه كلمة الحب دي أساسا مش موجودة حب إيه اللي بتتكلم عنه أن ربنا يحب الإنسان المسيح يستطيع أن يقدم برهان واضح كوضوح الشمس على أن الله محبة وأن الله أحبنا في المسيح يسوع مسلم لا يستطيع أن يقدم إجابة واحدة عن ضمان حياته بعد الموت فلا يوجد ضمان مهما عمل مهما عمل حتى رسول الإسلام لم يكن عنده ضمان أنه هيروح بالفكر الإسلامي يعني الجنة لآخر لآخر لحظة المسيح يعلم جيدا أنه له حياة أبدية في المسيح الإسلام مبني على الغرائز مبني على الشهوات فأنت تطيع ربنا هنا كويس و كل الحاجات اللي ربنا قالك ما تعملهاش تطيعوا فيها دلوقتي لأنك لما تروح الجنة هيدهلك بوفرة خمر نساء أكل كل اللي أنت عايزه الإسلام مبني على الشهوات مش مبني على سمو الروح ولا على العلاقة مع الله المسلم يعرفش حاجة اسمها علاقة مع ربنا المسلم يعرف أنه عبد يطيع ربنا صوم صلي بس كتيجي تقول لي الديانة البطلة كيف تثبت بطلان المسيحية كان غيرك أشتر طيب يرجع لنافس قضية قضية الأناجيل وقضية التحريف شوفوا بقى اللي هيقوله لنا هنا نرجع للقضية دي تاني لأنه أتكلم عنها في أكتر من مرة هذا أولاً الأصلية إذن كيف لي أن أثق بهذا أقول هذا لمسيحيين دائماً أقول لهم لو أعطيتك زجاجة أو كأس من الماء ووضعت قطرة سم بداخله قطرة صغيرة فهل ستشرب سيرفض لماذا؟ لأنه إن شرب ذلك سيذي جسده فكيف تؤمن بالإنجيل وأنت تعلم أنه سيهلك روحك تقول إنه محرف فكيف تؤمن بالإنجيل وتجعله ملاذاً لروحك وأنت تعلم أنه محرف ما فيش زكاء بعد كده بصراحة يعني الأنجيل محرفة هل الكتاب المؤدس كلام الله؟ آه كلام الله هل كلام الله ممكن يحرف؟ لا كلام الله مش ممكن يحرف بيس؟ طيب إذا كان المسيحيين حرفوه يبقى مش كلام الله؟ يبقى مش كلام الله؟ يعني حتى موضوع قانونية الأصفار zero هو يعني أنا هفترد هفترد حسن النية هفترد إنه ما يعرفهاش مش هفترد إنه يعرفها وبيزورها لا هفترد إنه ما يعرفهاش لسه كان المفروض إنه يعرفها كبايز؟ قانونية الأصفار والفرق ما بين الأصفار اللي موجودة والأصفار اللي بقنوا عليها أصفار محزوفة كويس كل ده ما يعرفهوش ولماذا لم نؤمن بالأصفار المحزوفة برضه ما يعرفهوش وليه أساسا اتحطت في بعض النسخ برضه ما يعرفهاش ما يعرفهاش ما يعرفش الإجاب عليها بعدين الكتاب بيثبت إن كان من الله أو إن كان من البشر فيما يصنعه في حياة الناس من تغيير ودائما أقول العبارة دي وهقولها تاني مفيش واحد قرى الكتاب المؤدس وتحول من كويس لسيء مفيش مفيش واحد على وجه الأرض قرى الأنجيل وتحول من إنسان كان كويس إلى إنسان بيقوحش إلى إنسان كان محب للناس وأصبح معادي للناس إلى إنسان كان يدعو للسلام وأصبح إنسان يدعو للسيف وللقتل إلى إنسان ينادي بالتعايش ويتحول إلى إنسان يبغد الآخرين والتعايش مع الآخرين مفيش مفيش كل إنسان وحش قرى الكتاب المؤدس اتحول إلى الأفضل كل إنسان وحش تقابل مع كلمة الكتاب المؤدس غيرت حياته إلى الأفضل ونقلته إلى حياة أفضل جعلت من المجرمين صناع سلام جعلت من زناه يعيشون حياة القداسة والطهارة جعلت من حرمية يعيشون بالصدق والأمانة كلمة الله غيرت الإنسان للأفضل الكتاب المؤدس يغير الإنسان للأفضل لكن مفيش كتاب واحد أرى القرآن واتبع تعليم القرآن وتحول الأفضل كلهم صاروا جمعات إرهابية إسلامية إذا أراد أن يعيش بالزبط يتبع كل ما يقال المسلمين الحلوين المسلمين مش عايشين بحسب الطاعة الكاملة للقرآن أو للحديث أصدق صورة لناس حابت تطبق القرآن والحديث في حياتها هم داعش وطالبان تيجي تقول لي كتاب مؤدس محرف في سم أنا أقول لك هاتلي واحد أرى لك كتاب مؤدس وتحول من الحلو للوحش أما أنا فعندي آلاف القصص بالنماذج لناس كانت فكرة عقلة محبة تقبل الآخر تتعايش بسلام مجرد أنها أرادت أن تطيع ما هو مكتوب في القرآن تحولت إلى شخصيات مختلفة تكره التعايش تبغض الآخر تكفر غير المسلم تريد قتله كل هذا أيهما أصدق أيهما فعلا يعتبر كلمة الله أيهما نقطة أخرى تعرض إلى كتبة الأنجيل بيردد زي ما بيردد البغبغان هذا هو الدعية يعني اللي معروف في لندن يردد كالبغبغان من هم كتبة الأنجيل نحن لا نعرفهم نسمع أضفت إليه أشياء وحذفت أخرى لا نعرف من هم مرقص ومتى ولوقى ويحنى من هؤلاء الناس لم يقابلوا المسيح قط في الإسلام وحدانية الله منطقية القرآن محفوظ ولم يحرف قط كما لدينا توثيق لطرقنا لدينا كتب تتحدث سواء عرفت منين أن القرآن لم يحرف قط أنت النسخة اللي عندك هي نسخة عثمان وكل النسخ اللي كانت قبل نسخ عثمان تحرقت تحرقت مش موجودة علشان محدش يقارن بين مصحف عثمان والمصحف اللي كانت موجودة قبل كده مش موجودة ده أنت حتى الحديث اللي بتبني عليه يمكن سبعين في المية من عقدتك أو أكتر ما عندكش منه النسخة الأصلية وتكتب بعد الإسلام بمئتين سنة عن فلانا عن فلانا عن فلانا عن فلانا عن فلانا عن فلانا نحن لا نعرف فلانا ونعرف فلانا ونعرف فلانا وبعدين على مدار التاريخ بقى لما العملية بهوقت ولقيوا في مصائب كويس لا 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 دا إسرائيليات ودا مش إسرائيلات وأحاديث أحادية وأحاديث مش عايف إيه ويغربلوا والحد النهارده موضوع الحديث دا موضوع نقاش كبير وجدال البعض لا يؤمن به نهائي يعتبر خرافات يعني الأحاديث وإنها التواطر وإلى آخر ده كله كلام ده كله حفظ يرددونه كالبغبغانات كمل عن الصحابة وعن علاقتهم مع الرسول وكيف قابلوه وحتى ماذا كانوا يأكلون نعرف كل شيء لكننا لا نعرف شيئا عن أولئك التلامذة لا نعرف شيئا عن الإنجيل لهذا كل شيء بالكامل فوضوي يا سلام لا نعرف شيئا عن الإنجيل ولا نعرف شيئا عن كتبة الإنجيل لا نعرف عن مرمتة ولا عن مرئوس ولا عن لواء ولا عن يوحنا ده ايه كمية الكذب دي بجد ايه كمية الكذب دي يبقى كذاب وعارف انه كذاب وما ينادي به كذب ومقتنع ان الذي يقوله كذب وبرغم من كل ده بيقوله خدمة القضية الاسلامية تتطلب هذا خدمة الاسلام تتطلب هذا نكمل استوانة الكذب تقصد ان التلامذة لم يلتق بالمسيح قاط السؤال الذي يجب طرحه التلامذة لم يلتق بالمسيح ما التلم يلتق بالمسيح يوحنا لم يلتق بالمسيح بوتروس اللي هو كتب الإنجيل ومرقص كتبه على لسان بوتروس لم يلتق بالإنجيل بالمسيح يعني إذا كان المتكلم مش عارف إيه يبقى المستمع إيه إذا كان المتكلم مجنون يبقى المستمع عائل بس خطر أول لما يكون المتكلم مجنون والمستمع مجنون كمان دي صعبة من هؤلاء الأشخاص؟ لا نعرف شيئا عنهم في الإسلام لدينا توثيق لطرق النقل حديث نبوي وسند لدينا علامات لصحة الأحاديث الحديث المتواتر أما هم ليس لديهم شيء إذا قرأتم تعليق القديس جيروم الجديد عن الإنجيل الأمر باختصار أنه يخبرهم بهوية هؤلاء الأشخاص مرقص ومتى ولوقا ويوحنة عندما تسألهم عن يوحنة يقولون عن أي يوحنة تتحدث هل هو يوحنة بن زبدي أم يوحنة القسيس أم يوحنة الرسول لديهم ثلاثة أشخاص يحملون اسم يوحنة أي واحد منهم تقصد بقى إحنا مش عارفين يوحنة مين مش عارفين جاتب إنجيل يوحنة إحنا مش عارفينه أو يوحنة كشخص إحنا مش عارفينه يوحنة الحبيب نحن نجح له ومختلفين أو متلخبطين هل هو يوحنة بالنزابة دي ولا هو يوحنة الرسول أنت بيجيب كلام ده منين مين بينهولك أو مين بتستقي منين أو ده بس دوله ميكروفون يتكلم فيه ويقول اللي هو عايزه بس المهم يهاجم الإيمان المسيح نحن نعيش في أيام أخيرة نعيش في أيام أخيرة لكن هذا الدعية إذا أثبت شيء واحد لنا من خلال فيديوهاته فقد أثبت أمر واحد وهو جهله بالإيمان المسيحي جهله بالإيمان المسيحي وأنا ننصحتي أنه يريده يرجع يقرأ عن الإيمان المسيحي أنا ما نخافش من فيديوهات زي كده بالعكس باللوقات اللي زي كده تخلينا يا إما نضحك كويس يا إما نحاول إن إحنا نفضحها ونثبت جهله وعدم صحتها أنا الفيديوهات دي بيثلي أنا بالنسبة لي وقت الترفيه إن أنا قاعد أتفرج عليها لكن اللي أنا بيصعب عليهم المشاهدين اللي بيسمعوا واللي بيصدقوا واللي بيقتنعوا بالكلام ده واللي بيقولوا آه واو ده إنسان دارس فاهم بيقدر يرد ويقدر يهدي من المسيحية أحبائي محاولات الطعن في المسيحية ليست جديدة ده منذ أن بدأت المسيحية والشيطان يحاول أن يطعن في الإيمان المسيحي لكن كلام الرب يسوع هيظل أبواب الجحيم لن تقوى عليها وصل إنه نكون ثابتين رازخين في إيماننا وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر